موسيقى احنا ننقب على العمالة او باي شيء انما احنا بنقول النهاردة ان المحامي لابد ان يكون محاميا ممارسا للميناء بحق الميناء بحق حامل الملف حامل الملف ده النهاردة هيستفيد استفادة كبرى من وراء تنقية الجداول ومن اثر جراء تنقية الجداول هيستفيد المحامي المشتغل المحامي المشتغل ده هيستفيد لان هيعود علي بالاجاب من دخول وموارد وثقافات وكل شيء جيد وبالنسبة للنقيب بصراحة بدعم النقيب على اساس ان هو رجل تصدى لتعديل القرون تصدى جيد وراجل يعني وفر وفر لنا من مجهوده ومن اصبحنا عبق عليه بانه اجتهد 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 كله اجزة الموضوع على عاطقه بان ينق الجداول حتى لو اثر عليه بالسلب هو ورضه راجل مناضل وراجل مكافح وراجل بيأتي في التول لحظة في الوقت اللي المحامي بيحتاجوا فيه بيأتي في التول لحظة في الوقت اللي بيحتاجوا فيه يعني بالنسبة للمشاكل المحمين بالنسبة لعباء المحمين بالنسبة لعلاج المحمين بالنسبة لثقافة المحامي بالنسبة لاجتماعيات المحامي والراجل بيغفر كل جهده وبيسحب كل مجهوده وبيعتي في التو واللحظة لو يحتاجوا المحامي النهاردة هتلاقيه قدامه مبارح مش النهاردة يعني بصراحة أنا بشيد بالنقيب وبقول النقيب هو النقيب والنقيب بصراحة يعني بيسعى بمجدوده الجيد وبنستفيد من خبراته وبنستفيد من ثقفاته وبنستفيد من كل شيء جيد هو بيعمله وبالنسبة للأكاديمية هو سعى الأكاديمية على أساس أن يتصقف المحامي علميا وينهب بنفسه ويرتقي بالمحامي ويرتقي بالمحامي أشد الارتقاء يعني بالنسبة يعني هو وفيته قدامه القاضي ومرافعته قدامه القاضي فبستفيد من الثقافة اللي هو تصقف بها في الأكاديمية